نصنع بالمتري بالمتري هاي شباب عايش فين؟ في الدزرط نخيل الروت بتبع سيك و سمول ليفز يعني الروت يا شباب بتبع سيك يعني الروت تخينة و سميكة و الليفز بتاعتي تبع ايه؟ سمول يا شباب تعالوا لي يا شباب الروت يا شباب بيكون سيك والليف سمول سمول عارف انت في الدزرط في الصحراء بتلاقي يا شباب يعني رياح شيدة جدا لو كان الليفز ده مش سمول ممكن يحصلوا قط ولو كانت يا شباب الروت مش سترونج ولا روت سيكة تخينة شوية ممكن التريدي تروح وقع بسبب سترونج وينت ان دايما في الدزرط فيه سترونج وينت يعني فيه رياح شيدة جدا فلازم الشباب ايه اللي يحصل الروت تبع سيكة والليف ستوب بسمول يا شباب نكمل فيه بنتري بنتري اللي هي شجرة سنوبر ودي اللي بطايت عايشة فين؟ اي مكان في ايه اللي هو سنوبر ركز بقى اول حاجة الشباب التري هاز تراي انجولر شيب تراي انجولر شيب يعني شبه المسلسة شباب الحاجة الثانية شورت برانشز الفروت بتاعته شورت وقصيرة الحاجة الثالثة الشباب اتهاز نيدلز نيدلز يعني الورقة فيه اشواك او شبه الابرة تعالوا بقى ان نأخذ الابر بيحصل الكلام التراي انجولر شيب او شورت برانشز ألاو ان السنوط سلايد ايزي عشان التلج ينزل او يتزحلق بسهولة منها حسنا ان السنوط لا تتزحل اعرفين انتو لو هذا الشيب بتاع البنتوري مش تراي انجولر ممكن يجي الايز يقطع البرانشز يقطع البرانشز او ان الايز دا على فكرة تقيل وحاد انتو بس عشان احنا نعرف في مصر الكلام ده وفين وفين ما تمطر تلج لكن فيه مناطق في البلاد برا بيكون التلج كتير جد او تلجي دا ممكن يعوّر تمام الحاجة التانية انت قلت لنا يا مستر ان هنا نيدل ليفز الورق بتاع الشباب ورق ابرة او فيه شوك شوية ليه بقى؟ قال لك ان النيدل ليفز تقلت لنا من الماء من الماء انا كده بخلي البلاد دا يمنع ان يفقد الماء شباب بصوا اذا اكاشت ريئة اهي بنرجع تاني عايشة فين الشباب في الصفانة البرانشز بتاعيتها تقلت تقلت على طب او ترانك يعني يا شباب البرانشز اذا اقصمتها بتتجمع فوق يا شباب فين الترانك بتاعها طيب البرانشز تقلت تقلت تمنع ان النيدل من تقلت النيدل انتم عارفين ان النيدل هي الشباب فوق فتبدأ الشباب ايه يحدث ان النيدل لا يستطيع ان تصل لا يمكنك ان تصل لمن النيدل نكمل نكمل البرباري فاج البرباري البرباري ده اللي بطايت فين في الديزرد يعني عايش فين في الديزرد it has sharp spines it has sharp spines بالحال كده ليه يا شباب الفيك ده عنده sharp spines ليه قال لك يا مستر ان sharp spines prevent the animal from eating its leaves and fruit بتمنع الحيونات انها تاكلها لكن sharp spines يخلي الحيونات ما تاكلها تمام حسنا تمام حسنا حسنا ماذا يحدث ماذا يحدث ان plant is taken from its original environment and place in another different environment يعني ايها شباب لو اخذت بلانت بيعيش في اريا معينة رح تشايله وحطته في اريا تاني او environmental تاني اللي يحصل ماذا يحدث ماذا يحدث ماذا يحدث قال لك ان this plant may die ممكن يموت او ممكن يعمل adaptation with the new environment condition يعني ممكن يموت وممكن يقدر يتكيف على new environmental condition الظروف الجديدة او الظروف البيئية الجديدة to survive and grow in it is new environment لو انا نقلت plant من environment رحت الاناظر environment ممكن may be die or make adaptation تمام 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 طيب تعال كده السؤال right or wrong البالم تري خلي بالك البالم تري has short roots and big leaves هم ريفيشن سريع كده البالم تري has short roots and big leaves يعني root to be short and big wrong bravo number two water lily plant leave in salt water ها شباب water lily plant leave in salt water يعني يعيش في ماء مالحة طبعا wrong excellent number three المانجروف tree has long and strong root to help the plant to resist the waves ثاني المانجروف tree has long and strong roots to help the plant to resist the waves هم كتبتلك الترجمة true or false برافو true excellent برافو طيب اول كاكتكس كاكتكس اللي هو الصبار بالعالة this plant grew and survive كاكتكس ترى ترى في السنو في التالج او الديزرط او الرينفورست طبعا مصر في الديزرط برافو تمام root of this plant root of this plant root بتاعت الكاكتكس يا شباب اللي هو الصبار or نقط هل هي short ولا long ولا small to absorb a big amount of the water او ده بيعمل السيرش في الروتر يبقى كد ايه long تمام excellent a leaf of this plant have sharp spine to prevent the animal from eating ولا absorb a big amount of water ولا absorb big amount of sunlight يعني leaves بتاعت يا شباب ان نبدأ عنده sharp spine to prevent the animal from eating them excellent نكمل The shape of the root and leaf of this plant is considered يعتبر ده structure adaptation ولا behavior ولا structure عند behavior ده يقول لك shape shape او structure ده يقول لك shape يبدأ structure adaptation تمام excellent شباب ده يقول لك shape بتاع root leaf رائحة 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 structure adaptation حسنا بلانت تاني اهو قدامك شباب this plant grow and survive in snow في التالك انت شايف فيها حاجات بيضاء في ال desert شايفها كده قدامك لونها يلوحة او rain forested rain forested هم تماما شباب ان البلانت ده and survive في rain forested هم يتجب لبكتشار ويسأل عليها شوية اسئلة ايه choose root of this plant root الجذر of this plant اللي عايش في rain forested هل هو grow deeply in the soil ولا grow near the soil surface ولا come out of their leaves because it is easy to find the water تاني the root of this plant root اللي هو الجذر بتاعات النباتة يترى هو grow deeply in the soil ولا grow near the soil surface أو come out their leaves هم هم اتخيلوا ايه تماما شباب grow near the soil surface ده بيكبر يا شباب او بيان قريب من مين من السويل تماما عشان بيعيش فين فرين تماما بصوا دي طيب the leaves of this plant are big the leaves بتاع البلانت ده are big to absorb a big amount of water or absorb big amount of sunlight or resist strong waves تماما وينزالك الترجمة ايه ايه رأيك؟ the leaves of this plant are big the leaves of this plant are big automatic البلانت محتاج sunlight the leaves لازم تبقى ايه كبيرة فبالتالي يبقى الإجابة ايه absorb a big amount of sunlight اوكي يا شباب ايه رأيكم؟ شوية اسئلة كده حلوة كلها تشوز محتاجة تركيز نبص على ونركز ونعرف نجاوب شباب ان الساينس جميل جدا لو عندك اي سؤال في اي حاجة او اي حاجة اكتبلي في الكومنت وانا ارد عليك او بعتلي في التليجرام او على الفيسبوك في صفحة مستر فيلو ساينس